دشن وكلمحافظة شبو أحمد الضغاري مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنغذة لحياة السكان المتضررين في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وخلال التدشير أكد الواكيل الضغاري همية المشروع في مساعدة الأسرة لشد احتياج في ظل الوضع الاقتصادي المترد وندرة سبل العيش التي تشهدها البلاد من جانبه أشهد منسق الإغاثة بمكتب مركز الملك سلمان سلم السقاف بتعاون السلطة المحلية ومساهمتها الفاعلة في سبيل إيصال المساعدات للمستفيدين هذا ويتضمن المشروع الذي ينفذه اتلاف الخير للغاثة الإنسانية توزيع 3950 سلة غذائية بشكل دوري في مديريات عتق جردان وحبان لمدة عام كامل بواقع دورة كل شهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر